ليه بقى؟ يعني ليه كابتن إبراهيم فجأة؟ لا عمشان مش لازم أعرف الكثة أنا ما كنتش حابب بقى يعني ما كنتش عايز أتكلم بس لازم نفعن برضو أنت ليه؟ ليه كنت موجود ومحاق؟ أو بادي اتحاق نجاح حايت مش هقول انت حاقات بذلط عالس طبعاً طبعاً لسه بادئ بس بدأت وانت يعني إذا بيقولوا كده إيه سهب مكفدر طالع لفوق إيه اللي حاصل؟ ما أنا مش عارف بقى يعني حتى ما طلقت في كذا مكان اتكلمت فالناس بدأت تزعل مني تقول انت بتهاجم لا يا جمعنا لا بهاجم حد ولا بغلط في حد أنا بقول أنا عايز أعرف أنا سبت فرقتي ليه؟ بس فكل شوية ممكن حد يطلع في مكان يقول سبب أصل الكابتن إبراهيم سافر بدون إذن وده طبعاً ما حصلش باخد إذن وقبل ما أعمل أي حاجة لأنه عارف حدودي وعارف اللي علاية واللي ليه شوية أصل الكابتن إبراهيم ما عندهش خبرات والفرقة دي بدأت هتلعب كاسر رابطة فما عندهش خبرات فأعتقد إن أنا ما دي الوقت إن أنا أكتسب فيه خبرات يعني أنا أكيد مش هاجب وأنا عندي ستين سنة أمسك نشيئين الزمالك بزبط يعني لا معلش يعني اللي في سنك ممكن يقوم مدير فني الفريق أول في أي حتة فورات أنا بقى مش بقول إن أنا بقوم مدير فني بدأت حط رجل إن أنا أكون مدير فني لفريق 2003 فالحمده الله مشي بشكل كويس أداء الفرقة الحمده الله كويس قد ماتش الأهل بدأ يبقى عندي ثلاث أو أربعة لعيبة مع الدرجة الأولى والناس بدأت تعرف أسماء اللي عيبة ودي ما حصلتش خالص الفترة اللي قبل كده فالحمده الله كنت ناجح في كل عجاب ففجئت إنهم بيخيروني يبقى مساعد تاني يا إما أنزل فريق 2008 تحت خالص فكانت بالنسبة لي يعني صدمة ومفاكة مش في التوقيت ده خالص يعني توقيت ليه أنا متصدر دوري بتاعي بعد 16 أسبوع متصدر لعلمك إن الفريق دلوقتي بقى في المركز السادس أو الخامس فأنا كنت متصدر 16 أو 17 أسبوع أول الدوري كنت مصعد فريق يعني كنت عملكوا التارجد كل اللي كان بيحلم بيه في الفرقة دي كنت عامله بس يعني مش عارف بقى الأحداث أو التفاصيل أو أقولك حاجة أنا لما أنا كريم أقولك أنا مش عارف هبقى منطقي إن أنا مش عارف بس أكيد أنت فهمت ودورت وسألت إيه السبب يا جماعة يعني اللي استنتقته هما كانوا حابين إن كاس الرابطة لما تقال إن فريق 2003 هيلعبه حابوا يجيبه حد ما كاني بس يعني مش عارف بقى إيه السبب يعني السبب بقى زي ما بيقوله ممكن خبرات ممكن حد يعني معرفش بقى إني شايف لو خبرات أنا أتعلم إيه المشكلة إنت مش مهتم بكاس الرابطة والدليل إن الفريق الأول مسافر دوره ودية فأنت مش مهتم فأقول ته أدي فرصة لأبناء في محاولة السبب اللي الجمهوري الزمان اللي كاكيد عايز يعرفها في محاولة معرفة السبب يعني هل كان فيه رواصب أو زعل أو دي ما أنا هقول لك بينك وبين الكابتن محمد حلمي في الصابق مثلا يعني ممكن مثلا هو كان مدرب ما وفينا صابتك كده فبيقولولي قلتهم ده أنا نفسي مش فاكر يعني الكابتن محمد بين تقريبا جف 2017 شوية فأنا أنا مش فاكر من ثمان سمين أصلا كان إيه اللي بيحصل؟ أنا مش فاكر كان فيه حاجة أصلا بيني وبين ولا أصلا ومش فاكر والله ولكن فيه حاجة كنت هتفتكرها فأنا مش فاكر فالدليل إن أنا مش فاكر يمكن هو عنده سبب أو حد عنده سبب فيعني هو ممكن ربنا بقى بعد كده الأحداث برضو جات إن الفريق خسر من زد 4-0 ونادي الزمالك اعتذر عن بطولة الرابطة اللي هم قالوا لي إن إنت مش هتمسك عشانها فالنادي الزمالك اعتذر عندها سبحان الله فعني الحمد الله حقيقة للحد عندي وأنا قاعده ومش بتهم حد أو عايز أظلم حد عشان الناس تقولي أنا ببتهم حد بس أنا لأ كنت دايما بطلع أقول يا جماعة أنا عايز السبب أقول إن أنا سبت فرقتي ومشيت بس هو ده اللي كنت عايز أعرفها قال له سبب أديني سبب منطقي وأنا مش هبقى متدايق وبعد كده الحمد للأ قلت بربنا أكيد تختار إدارة نادي الزمالك واللي ماسي القطاع النشئين في نادي الزمالك هو حرف قراره هو شايف الأصلح في نادي الزمالك هل بقى كلمت مع حد في الزمالك؟ كلمت مع الناس كلها بس ما فيش حد عنده ردي بس فخلاص انسحبت بيدوه وخلاص التجربة دي لو جاتلك في الفترة اللي جاية في نادي الزمالك مرة أخرى هترضى بيها ولا لا؟ أنا تجربة اللي هي تبقى ماسك فريق في قطاع النشئين أو تحديداً فريق أنا على فكرة ما كنتش معترض أنا قلت لهم إنك في أول الموسم لو جايب نمسك العشرين ثلاثين هبقى مبسوط في نادي الزمالك اللي هو أصلاً عنده سنتين الطفال اللي عنده سنتين همرة نبقى مبسوط بس من بداية الموسم لكن ما جيش في وسط الموسم اللي أنا اشتغلت فيه وتعبت فيه وبدأت أحفظ اللحيبة واللعبة تعرفني أسلوبي واللعبة بلقت تتقلب كل حاجة كنت ماشية صحة في الفرق مرة واحدة هب ستوب تعال اركن ليه؟ أو يعني كمان الناس اللي ربطت اللي بيقولوا إنه عملت حاجة غلط أنا لو عملت حاجة غلط أولاً مش هيقوله اللي يمسك فرقة تانية أو يمسك مساعد في نفس الفرق صح يعني الغلط بيستبعد بس يعني إحنا عارفين دايماً إن اللي بعمل حاجة غلط بيستبعد صح زي ما حصل مع مدربين تانيين هم شايفين إنه في حاجة غلط بيستبعد لكن أنا خيروني يا مساعد 2008 فأنا حسيت إن الموضوع ده فيه يعني هل كلمت مع الكابتل محمد حلمي؟ كلمت أهو قال لك إيه بقى كابتل محمد حلمي؟ لا فيه هم شايفين كده مش عارف ممكن موضوع خبرات زي ما بيقولوا عشان كسر ربطة الله يعني الله عنا كانت إيه لأسباب؟ ها هو كابتل محمد الحلمي قال لك إحنا عايزين مدرب أكثر خبرة عشان كسر ربطة ها هو ويقول لي كمان إنت كنت بيقولولي إحنا عرفنا إن إنت كنت بدأ مدرب تاني قلت لهم أيوة ما معترتش أنا كنت تاني بس برضو الحمد لله ما سعيتش غراها أو وربنا بعتها لي إن أنا بقى مدير فني وما قيت مدير فني بس نجحت هي دي الفكرة كان ممكن حضرك تجيبني وتقعد معي بقى تقول لي كاشف الحساب بتاعك واحد اثنين ثلاثة وإنت مدير فني هتلاقيني ناجح بس أصلا أنت كمان وضعك مختلف يعني مسلا بسلا يعني كابتل معتمد جمال لو مسلا هو راجل عمل نتاك كويس جم جابوله مدرب أجنابي دلوقتي مفهوم إن ده الفريق الأول ومفهوم إن إنت كنت جايه بشكل مؤقت مفهوم ميقودش أنا عشان نجحت فيها كاملة إنت بتلعب في مكانة إنت مفهوم بالعكس ده إنت بتتطور فيها واللعيبة كمان بتتطور معي هو برضو أنا أنا بتكلم في نقطة عايزة وصلها الناس يعني اللي بستكتر علي أو بيقولوا إن 2003 عايز لا هو 2003 هو ده عايز إن أنا واحد زي الحمد لله عندي خبرات لعبتي دولة لعبتي كابت النادي الزمالك وعشر سنين في النادي الزمالك هو ده الوقت اللي لازم أتعلم فيه أنا مش هيبقى عندي ستين سنة أبدأ يجبني عشان أمسك فريق خمس شهر سنة في الزمالك لأ ما لازم أبقى من دلوقت يتعلم وأخد خبرات عشان بعد كده فيدي النادي بتاعي أو لو ما فيش مكان لها في النادي هابدأ أخرج برة يعني هو ده الوقت بتاعنا مش لازم يبقى عندي ستين سنة عشان أبدأ أجمسك في النشئين يعني صعب على جدنا حتى الدماغ هتبقى مختلفة يعني أبقى كبير ومسك الناس عندها اتناشر سنة فمينفع يعني دي دايما المعدلة اللي بنعيش هفكرة مش نادي الزمالك مش هتلعب إن المدرب الشاب عندنا لازم يبقى عنده خمسين سنة تقال لا عشان يبقى عنده خبرات صح ما أنا هاخد خبرات إمتى يعني ما أنا هاخد خبرات دي إمتى يعني أكيد مش هروح أمسك درجة أقولها مرة واحدة مية في المية فأكيد هتمشي كده إن أنا أمسك أنا أول حاجة رضيت إن أبقى أمدرب عام على فكرة يبقى ترقم اتنين موافق أنا على فكرة وفق لأن حابب أتعلم وأشوف الناس بيستشتغل إزاي وأخد خبرات والنادي لما أكلمني كده أنا اقتنعت يعني الحمد لله اسمي كويس والناس في النادي كلها شافت شغلي لكن لما أنا أقصد أما أما جيت للفرصة إن أنا أكون مدير فني يعني مساعدش فيها خالص النادي اللي قال لي أنت مدير فني دلوقتي وكملت ثلاث شهور فيها وكنت ناجح فيهم جدا والناس كلها شافت شغلي وشافت اللعيبة اللي عندي وصلت لي فين وشافت الفرقة وصلت لي فين فأوها دا اللي زعاني مش أكتر يعني